اشتركوا في القناة كما كنتم مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكايتي نسعد من خلال هذه الحلقة باستضافة الفنان الكبير النجم الشامل الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في رحاب الفن الجميل فقدم الروائع ولا زال يمضي في ذات الجمال وبذات الشغف رحبوا معي بالنجم العربي والخليجي الكويتي داود حسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مشاهدين الكرام داود حسين لا يحتاج إلى كثير من المقدمات بل يحتاج إلى أن نرحب على طول هلا والله حبيبي وحسين شيف حالك الله يسلمك شكرا حبيبي حبيبي شكرا انتظر هذا اللقاء من زمن يعني والله شوف انا اقول لك حتى لو المقدمة هي اللي قلتها انا اعتبرها جميلة جدا لانه حسيت بروح المحبة وانت قاعد تقولها شوف انا واعوذ بالله من كلمته انا احب حد بزيادة شوي اخجل منه ما اعرف احاوره وانا احبك من زمان بحسين من زمان ما بغي يقول من كنت لا لا قول قول انا اسمحها هذي وايد دايبا يقولون لي يعني ساعاتيوني ناس كبار كبار وايد يقول لي انا يوم كنت صغير كنت اشوفك فاقول له غلطان الله يطولي بعمركم ايش بحش اقول له ما اقدروا خصوصا بعض الاخوات يعني فتدري انت يحبون يصغرون نفسهم طبعا 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 احبادها تقول لانا يوم كنت صغير اكتين مسرحيات الاطفال واشوف ما شاء الله عليك تقول لها احسنتي 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 يعطيك العافية يوم اشكور العمر كله ابو حسين خليك يا رب ودائما فيه الق ما شاء الله عليك حبيب يلغي المايك شغال عندك وحسين اي تمام اي يعني انت تسمع صوتك صوتي لا صوتي لا هل كيف تقول اوكي وتمام لا المايك شغال انا اللي عرف ان المايك شغال عندي مايك ثاني هذا بعد تأكد شغال او لا هذا اش حاجة بعد انا بخير تأكد حين نجرب مايكات احنا نسوء لش حاجة واحد اثنين واحد اثنين شغال 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 تخيل ابو حسين اي اني حاب ابدأ معاك اللقاء اي ابغيك تغني شيء لاحظ شوية لا اصبت اي اوكي 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 ليش ابو حسين انت تغني في المسرحيات وفي الاعمال وتأدي في بعض الاحيان اي صوتك جميل يا اخي اداء بس مو طرب صوت جميل واداء وطرب اي يعني انت غنيت بعض الاغاني اللي رويش اثماء التقليد لا شيء رهيب يعني اي شو ممكن تسمعنا ابو حسين والله مبلي انا الجمهورك الجمهوركين الجمهور يستاهل والله ما ادري انت افاجأتني الحين طبعا هاي المفاجآت الجميلة الحلوة اعطيك عشرين ثانية تفكر عادي يعني اه باجي خمسة عشر ثانية ها ها اغنية دندنها دايما سواء في اعمالك بينك وبين نفسك حتى لو من الاعمال حتى لو من الاغاني اللي يعني هي على 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 شغلة على خفيف صح يعني بس مو واي طبعا مو اغنية كاملة تمام اكيد 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 وثاري الشوق تومى غاب وثاري بقلبي الساهي حنين لك بعد باقي انا ما كنت حسب ان القلوب الساهية تشتاك ولكن تحسبك في يوم تجي وتحرك اشواقي الله قال ادي بس ما فيه والله اداء والله اداء وين انا اعطني مايكل اسمك انا حين اخاف نوال تزعلي بس مع الكريس صوت شديد ملابت الله يسلمك حبيب بحسين انت اكبر اخوانك اي نعم انتو كم واحد احنا سبعة سبعة انت الاكبر انا اكبر واحد كونك اكبر واحد في الاشقاء وفي الاخوان هذا حملك مسؤولية مبكرة كثير كثير ايه مسؤولية كبيرة اه كنت يعني دايما الوالد رحمة الله عليك كان يقول لي خصوصا اذا طلع من البيت انت مكان يحط بالك فهذه الجملة كانت تتحسسني دايما ان انا لازم اكون اب ثاني اب ثاني ورقيب وكل شيء وهذا والحمد لله يعني مشت الحياة لله الحمد والامور اصبحت مستغلة بس يعني الوالد بالفعل هو اللي وضعني امام هذه المسؤولية رحمة الله عليك وهذه المسؤولية انا اتشرفت فيها لان هذه المسؤولية خلقت من هذا الطفل اللي في مثلا بداية المرحلة المتوسطة نقول مو الابتدائي الابتدائي يعني لا بس بعدين دخلت المتوسطة ودخلت هذا هني بديت عاد يعني ساعات اشتغل عشان اساعد مثلا اه اسانده مثلا في بعض الاشياء في مصروف البيت في الاشياء يعني تحمل مسؤولية مسؤولية وايد اي 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 وقت شو اشتغلت اذكر شيء مثلا اشتغلت شغلات يعني الحمد لله على كل حال وانا افتخر على فكرة واعتز ان انا اشتغلت هذه الشغلات اوهما استحيني انا اقولها اقولها انا اشتغلت صبي ميكانيكي في محل في غراج واشتغلت في محل نوبوتك كنت يعني صبي اودي اغراض واصفط فناي كنا اشتغلنا ترابح سين هل ايه يعني هذا الشيء على فكرة يعني هذه المعانات اللي كانت في البداية هي اللي صنعت منك يعني على الاقل شخصية ممكن تتحمل مسؤولية وتشعر بالفعل يعني انك انت قاعد تنجز شيء وفيه جدية شوية في التعامل مع الامور المسار بالضبط وغير عن هذا اخويا حسن فيه شغلة مهمة جدا هي الراحة النفسية انت لما تشعر انك انت تروح تسوي شيء وتاخذ هذا المبلغ ولو كان بسيط وتحطها مثلا عند الوالدة او عند الوالدة الله يرحمهم هذه كانت بالنسبة لهم يعني انا بالنسبة لي كانت شيء كبير لان انا قاعد اتسوي شيء حقها لي بس بحسن تل يعني لا تصور لي بان المشهد كان وايت جاد في البيت وفيق اسوأ والمسؤولية وغيرها يقولون بحسن يوم كان صغير كان يمارس دور التقليد في البيت مر على الوالدة مر على الوالدة الله يرحمه مغفر لم صح الكلام؟ اي 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 ارى انت تسوي جدية ولكن في نفس الوقت انت ما تقدر تكون جدي طول الوقت اذا انت كان اساسا يعني طبعك مرح وتحب المرح وايضا الوالد رحمة الله عليه الوالدة رحمة الله عليها يعني احنا حتى هذا الاحساس وهذه المحبة اللي خديناها وهذا هذه الابتسامة اللي خديناها من السعادة الاسرية اللي كنا نشعر فيها فكانت كنا نمر بلحظات تضحك كنت اروح اقلد ابوي جدام امي ايه هذا هذا اباني كنت اتقلد الوالد ايه اقلد ابوي جدام امي امي تضحك تستانس ايه بعدين تبطل هذه اسمه الملفع مالعي بطرف الملفع حاطة فلوس ايه رابطة ايه 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 اطلع هذا وتعطيني اياه واقعدان اي امي شوي الوالد يقولي انزين امك شون هذا اقول لها تعالتان اقولك وقلد امي جدام ابوي يرد يطلع من المخباتها فلوس بزنس وحسين اقول لك منشار طالع واكل نازل واكل بس أنا أقول لك أيام معهم كنت وأيام معهم لين يصيرون ثمن التذكرة اللي أدخل فيها السينما سلام علي وأروح يوم اليمعة تذكرة مخفضة أروح أدش الفيلم واستمتع يا سلام علي بكنت أشتغل علشان أروح الفيلم زي أبو حسين هاي شرارة التقليد كانت؟ بالبدايات إي في البيت بالبدايات ولا في شيء معين لا هو كان تقليد وهو كان في نفس الوقت يعني نوع من أنواع الشقاور ومرضا طقيت طق سنة بساعة دا والله وين في البيت في البيت ناديت أختي قلت لها تعالي خد سوي حركة مقلب شلون تعالي تعالي ويبان الشربت الأحمر وقطع الهدومها وهذا ومشيذي يعني دم يعني دم واصرخ نحكو علي دعمتها سيارة أمي طبعا الله يرحمها كان فيها عقل وطار أبوي مسكين يا شاد أختي اضحكت خربت المشهد خربت المشهد ما أقول لك أنا وياهاش كثر نطقينا ذاك اليوم يمكن ليحن الطاقة تعور طيب وحسين أنا حين ما بين يعني موضوعين نعم بنتقل سامحني أنا أنا فوضى ويش في الحوار يعني أنا أخذ راحتي بستمتع أستاذ بستمتع شرارة التقليد استمريت يعني كنت تقلد مثلا المدرسيين بعدين تقلد لعيبة تقلد مذيعين صحيح في شي تذكرة في الطفولة مثلا أنا تحديدا المدرسين طبعا أنا يوم رحت المدرسة بديت أشوف المدرسين شون يدرسوني وطالع هذا وأشوف ولاحظت أن في بعضهم عنده كلمات متكررة يعيدها بعضهم عنده مشية معينة يسويها بعضهم عنده حركة مثلا تحفظة حواجبة هذه ما أدري هذه من الله سبحانه وتعالى يعني أن دقة الملاحظة كنت لاحظ وكنت أقول حق ربعي أقول لهم أنت ملاحظ استاذنا كل يقول جملة كذا أنت ملاحظ أن استاذ الكيميا لما يتكلم يطيق حواجبة فوق أنتم ملاحظين مثلا يعني أبو حسين ممكننا نشوفك في بعض الأدوار تقلد بعض الشخصيات هاي الشخصيات أنت شفتها يعني بعض الشخصيات أنت تقلد ناس في بالك ناس معين مثل هذا اللي على الشاشة مثلا الفيديو الفيديو خلنا نشوفها ولا ولا حل الامتحان شو مالك ماسك لهالقطع المعدنية عمال ترميها لفوق ليلية شو عم تعمل إنتي؟ بعمل رفة إيه رفة؟ شو هي الرفة بالله؟ مالك صح كتابة غلط إيه؟ أمال تعملني نقشة ولا أطرة ولا كتابة؟ ولا ولا أضرس أضرس بيقول لك أصلا يوم الامتحان اللي بأضرسش بنجحش ولا فاضل ربع ساعة وبأخذ من كل ورقها يلا وبعدين بنسجر يلا وسبالك إنتي وهو ولا تطلعش على ورقة الجنبك يلا هات ولا ولا شو شو شوف من أول ما بدأ الامتحان هذا وأنت عمال بحسين هذا مشهد واحد وعندي من هالمشاهد هالكثر واعيدي هذا تقليد لمعلم معين تذكره يعني اي 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 شوف هذا معلم معين كان مدرس الكيميا مدرس الكيميا كان شديد وكان دائما يقول أضرس 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 مو أضرس بالضاد كان يقولها وبعدين شوف أنا أقول لك على شغلة دقة الملاحظة ضرورية عند الفنان يعني مثلا أنا نحن لما أشوف مدرس أوكي أنا أقلد شخصيات عبدالله رويش نبيل شعيل شخصيات معروفة مشهورة كلهم مشهورين هذي لها هذي للمشاهد عارفهم عارف أن أنا من قاعد أقلد ولكن عندما أقلد شخصيات الغير معروفة هنا من واجبي أنا كممثل لما أروح عيادة طبيب ولا أروح مثلا أشوف الدكتور هذا مثلا فرضا عيادة الطبيب أشوف الدكتور هذا كيف يتصرف كيف يشير لي السماعة كيف يكتب الرشدة كيف يطالعني من تحت المبارا طريقة صوته طريقة كلامه تفاصيل تفاصيل أصيد على الأقل لو شيء وأرشف هذا شيء خليفة ذاكرة إلى أن يأتي الدور يوم من الأيام مثلا المشهد اللي شفناه قبله شوي هذا مدرس الكيميا لما قالوا لي نبي تسوي دور مدرس في بالي على طول طلعته من الأرشيف اللي عندي وسويته وقس على ذلك الكثير من الشخصيات اللي أنا لغاية اللي أنا حافظهم ومرتبهم عندي في ذاكرتي بحيث أن إذا ياء الوقت المناسب أن أسوي الدور جاهز بوحسين الوالدة رحمة الله عليها الله يحمد الله كنت تحبها وايد لدرجة أن الوالد كان يغار صح الكلام؟ يغار كان يغار لنا ولدها العود فكنت أي من المدرسة الله يرحمها أتي تحط أحلى شيء طبختها تحطها جدام أنا ما أدري بها تشترأني أم بحاطتي قبل الخوط تدري أنت إحنا على على هالبساطة وعلى هالحياة الجميلة اللي يعني شوية صالونة وشوية عيش وشوية خضرة ودول كتماي يمك بس الصالونة كانت تحط تزيد فيها الإيدام تزيد فيها المرق واللحم والشغلات هذه سبيش هذا داود يوصل أبوي من الدوام ولا نصهم أنا باكلهم من حقها يغار وكان يطقني بعد لهالدرجة أنت شاكت تحطين عقابة يبقى تكفوا يرحموا الله يرحموا سمعت أن أبو حسين رحمة الله عليهم كان بار فيهم بحياتهم وبعد وفاتهم للآن أبو حسين تزور المقابر وتجلس تتكلم معهم تدعي لهم تتكلم معهم صدق هذا الكلام إذا يعني صار عندي شغل أروح أقعد أقول أن أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا دائما نروح كل أسبوع لازم أروح أنا أروح وأروح أنا وزوجتي أمي أبوي وعندي أصدقائي عندي جولة جولتي سويها كلها على كل أصدقائي وأقارب أصدقائي اللي اللي توفاهم الله الله يرحم أماتكم أماتنا إذا صار عندي شي أقول لزوجتي أنت يروح يعني خليني بروحي شوي أبي أقعد مع الوالدة أبي أقعد مع الوالد وهذا وكلمهم كانوا موجودين يعني أنا عندي إحساس أن وهم ينتظروني أن أنا أروح كل أسبوع عندي إحساس هذا يعني فلما أروح وأقعد وأقرأ الفاتحة وأزيل الغبار وأنظف وهذا هذا كلها يعني عندي إحساس أن أهم بانتظاري على أرد شلون في ليلة الجمعة واستشعار البر وتدعو لهم كل شيء كل شيء يعني طبعا أكيد يعني أنك أنت هو البر لا ما يكون بس بالحياة أكيد يعني هو بعد الحياة أهم بحاجتك أكثر لأنهما ودهم يطلعون علشان يسجدون سجدة لله سبحانه وتعالى فهذه لما أنت تسويها بدالهم أنت الله الحمد يعني قاعد توصل لهم على شكل جواهر توصل لهم إن شاء الله يارب أنا أتعمد أسأل مثل هذه الأسئلة أبو حسين رسائل نوصلها الآن للمشاهدين يعني الناس في النهاية تشوفكم نجوم وقدوات يوم واحد يعرفنا أبو حسين يزور القبر يسوي كذا نحب نقلدكم يعني نعم فإن شاء الله يتأثر خلصنا الكلام النظري خلصنا نخش في العملي وانا عيايت عرتبت ما أعرف فرو ما أعرف شعار محمد وين في شي أزرق أخضر هاتوا لي أخلن شو بحسين يعرف شو هذا أو لا يعرف مزين وقالوا طيب شو هذا قالوا هذا سأل بحسين يمكن يعرف شنو هاشو بحسين شو يذكرك لا لا هذه باروكتي باي باي عرب باروكتك في باي باي عرب هاللون ايه والله شو سيوي على بنيني على بني يعني الجن مرجان عبر المحيطات والخلجان فالمكياج كانوا استاذ الله يرحم محمد عبد الحميد حط لي هذه الباروكة الزرقة شديد بي هاي هاي باروكتك هاي نفسها لا 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 بحسين نشاهد نشوف مشهد من المسرحية يلا ونرجع نعلق عليها الخاتم اللي بيدك هذا خاتم الحكيم سليمان الخاتم اللي بيدي اي وانت كنت لابد اي اي وي عيد وين حق وي قاعد لي لي بي هذا اي يلا أطلب أطلب يا مهام عمرك مجاب تمشي بأمري اي ولي بي صيد اي عين روحي شنو؟ روحي شنو روح وين روح؟ لازم اطيعني روح وين روح؟ وين روح؟ روح عد اوراء الشجر هاهاهاهاها بي هذا معناها تناديني 700 سنة وانا مرتاح منكم يا بشر اعرفكم وعم لا يک كيف تذكرك الباروك انت ابو حسين؟ لان من خلال اعمالي هذا اللون الوحيد اللي اللبسته شذية يعني ما لبس تذكر اعمالك تماما يعني تذكر اي 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 اتذكر انا احب دايما استاذ حسن اشوف الاعمال القديمة اي اي ارجع اشوفها مرة ثانية عشان اضحك عشان استمتع محالي حال الجمهور لان اذا شفت شي جديد انا اوكي انا حافظ الافيلي انا قايله لكن القديمة انا قد اكون نسيت بعض الجوال ممكن استخدمه مرة ثانية لا ما استخدمه استمتع وانا اضحك يعني واقول حق نفسي معقوله انا قايلت شدي يوم لي طيب هذه مسرحية باي باي عرب هاية قبل باي باي لندن ولا بعد 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 يعني حبيتوا تكررون تذى كانت فكرة ما نكرر بس هو هي اساسا باي باي لندن ما كان اسمها باي باي لندن في البداية كان اسمها هلو لندن واللي كاتبه كان الاستاذ رحمة الله عليه الاستاذ نبيل بدران رحمة الله واللي اخرجها الاستاذ المنصف السويسي رحمة الله عليه الله يرحمه الله فلما سوى هذه سوينا باي باي لندن رد نبيل بدران كتب باي باي عرب وهنا حدثت المقارنة بين باي باي لندن وباي باي عرب فظلمت باي باي عرب تخيل بو حسين في فترة من الفترات البعض كان يروج يعني أو يقول أنه داود حسين ترهه ولد عبد الحسين عبد الرضا اسمه داود عبد الحسين أو مثل ما كانوا يقولون صار شراح بنت مريم الغضبان الله يحامهم وغفر الله جميعا هذا الارتباط علق لي عليه هذا الارتباط صار أيام مسرحية باي باي لندن بالفعل هذا الكلام انتشر بالثمانينات أن أنا أبوي عبد الحسين وأنا شرف كبير لي بالفعل أبوي عبد الحسين عبد الرضا بالفعل كان الأب والأخ الأكبر وكل شيء بالنسبة لي أنا كنت مستانس وما كنت يعني هي كانت إشاعة ولا كنت أنفيها لأنها شايفة رحني أنا شرف بالنسبة لي أنا بالنسبة لي يعني أوه هذه شيء كبير لما نقول ابن عبد الحسين عبد الرضا وإلى الآن أنا أعتبر نفسي ابن عبد الحسين عبد الرضا على فكرة لأن أنا ماشي على خطة ماشي على طريقة ماشي على خطة ماشي على مبادئة اللي كان ماشي عليها حب الوطن التفاني الإخلاص أنك أنت تضع بلدك أمام عينك تضع على مبلادك وين ما تروح تكون سفير لبلدك وين ما تروح فهذه كلها تعلمناها منها كنت أشوفها أنا من خلال السفرات اللي نسافرها وكان يمسكني يقول لي داود سو كذا عمل كذا عمل كذا يوجه توجيه مباشر جدا أنا الفنانين الكبار اللي راحوا والله يرحمهم أول الموجودين لهم فضل شبير بعد الله سبحانه وتعالى في توجيهي في تعليمي حياتيا أنهم حتى بحياتي علموني أمور حياتية حتى أمور على مستوى الأسري يعني حاول تكون كذا مع أهلك حاول تكون كذا يعني تفاصيل كثيرة عبدالسل عبدالرضى الله يرحمه وقت اللي رحنا للبحرين يات انت صار الشراحة الله يرحمها كان تقول بروح السوق قلت لها ما تروحي قالت بروح قلت لها ما تروحي مو بكيفتش شنو بني رايحة تدري يعني على ابو نحنا حي وهذا مثل وهي أختي وعزيزة عليه فقلت لها تروحي نايماتش قالت أوكي أحد شي مني منناك وهذا ابني عنتي ما يصير أحد يقول لها شي شيات يعني سوق رايحة سوق نعم رحت معاها السوق وبالفعل رحنا وندش كل ماندش محل أهل البحرين يا أخي الواحد يعجز يتكلم عن طيبتهم يعني يعني صراحة مثلكم وشارواكم والله الحمد لله خليجنا واحد وهذه الطيبة لله الحمد هذه جملنا عليها والله سبحانه وتعالى يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فلما كنا نروحي محل السلام عليكم عطنا هذا عطنا هذا أهلا مرحبا مرحبا شخ بورك شمساوي تمام الله يسال مكذي ومدرشين مكتهلا مرحبا شخ بور الوالد قلت الوالد زين سلم لي علي الله يخليك شخ بور الوالدة يقول حق اللي صار تقول لك صار الوالدة زينة ما أنا عارفين شله وانا استحية أقول لحق الريال ريال شايب أقول لها لا ترى مو أبوي لا يعني عارف مدخل في حوار ماله حوار فأنا اي 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 الله يسلمك الوالد زين الحمد لله تمام مدرشين زين كم صار لا 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 واحده بس سلم على الوالد يا ابن الحل لا لا بس الله كلمان ديش محل ما يأخذون فلوسه هذا واحد عن صار يعني كل واحد أنا وانت صار الله يرحمه كل واحد شاي تشياس بيدنا وهذا داشينا وصلنا للفندق داشينا غرفة عبد الحسين الله يرحمه رحمة الله عليه قلت له وينكم انتو طريقة الحكم وينكم انتو وعندنا عرض بعد شوي قلت له لا لا يبقى بس احنا رحنا السوق شوي وشرينا اغراض وهذا يلا يلا جاهزة ورانا عرض بس يسلمون عليه كوي ترى اللي يبسوك الناس اللي وهذا السلام امانة لازم اوصل لك وكل ما نروح محل يقولوا لي سلم على الوالد يقولوا له سلمي على الوالدة ونبينا اعطيهم فلوس من الكرب ومن الطيبة اللي فيهم كله ما حد خدا فلوس فالتشياس هذي كله تقولوا يعني مستغلين اسمي طبان حطوا نصوا لتشياس هنا وطلعوا برضا يقول الله يرحمه رحمه 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 كان فيه انسجام واضح يعني سواء في الاعمال القديمة او حتى بعد ذلك يعني انا اذكر على سبيل المثال مسرحية مراقب الخمسين نعم شوف الانسجام الحاصل في العمل على قولتهم واحد يرفعوا الثاني يكبس واحد يتبصون يعني كان ال اللي شوف مسرحية مراقب الخمسين يلاحظ شغلة انا بالنسبة لي يعني كنت بداياتي واستمرت ولا زلت الى الان احترم الاستاذ عبدالحسين عبدالرضا بشكل كبير جدا لاني عندما اقف امام ابو عدنان الله يرحمه سواء مسرح او تلفزيون اقف امام جبل والله شعور بالرهبة والرغبة في الاداء كنت وايد احترم وجودي امام ابو عدنان رحمتالله عليه اللي لاحظ مراهق بالخمسين يمكن انا حتى الافيهات اللي كنت اقولها كنت اقولها في عدم وجود ابو عدنان كنت استحي اقول افاي امامه الا اذا انا كنت متفق عليه او انه مثلا اذا ماشي على النص والله اغلبية الافيهات واللي لاحظ المسرحية شوف اغلبية افايهاتي في مراهق في الخمسين عندما لا يكون أبو عدنان على خشبة المسرح فكنت أستمتع للمكان دعيني أرجع أدور القناة شوفها وات أيضا حتى المشاهد طيب إذن رحمة الله عليه أبو عدنان أستاذ مدرسة أبو قابلنا واحد من الأساتذة كذلك أستاذ يدرس الناس يعني فقال أبو حسين بالنسبة لي أستاذ فنحن نقول أنت أستاذ تدرس الناس وتدرب قال لا أبو حسين أستاذ بالنسبة لي تحب تسمع الكلام منه بادري البس نظارتك لو سمعت على الشاشة هاي بتشوف ريال طيب حين بيطلعوا إيانا يا الله يا حبيبي دكتور يا حبيبي يا حبيبي أستاذ خالد أستاكم الله بالخير النور والسرور أستاكم الله بالخير يا حلا يا مرحبا بكم أنا جدا سعيد ولي الشرف اليوم أني أنا أبتدي أتكلم عن أستاذ تعلمت منه الكثير تعلمت منه بأخلاقه وتعلمت منه بحبه لعمله والتزامة في عمله بداياتي كنت أنا شاب وأقعد مع واحد النجوم الكبار اللي أنا بالنسبة لي هو فنان داود حسين أتعلم منه كنت أنصد كثيرا له وأسمعك وهو طبعا يعني من الناس اللي على فكرة حتى كنت تقفني بالأكل يعني يعني مو بس فقط أيوة 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 كمل كمل يا دكتور كمل أعطاني ثقافة أعطاني ثقافة فقط مسرحية وتقافة فنياً وبدأت أبدأ راقبة مراقبة تامة وكاملة كيفية صنع في بنية المسألة إحنا عندنا في المسرح في بناء يصير بكل شيء في بناء للنص وفي بناء أيضاً لتركيبة الجمل وبناء أيضاً للأداء في شيء أنا يعني لاحظت مع أبو حسين هذا الكوميديان العملاق هذا الفنان الكبير خجول جداً كيف يعني هو شخصيته هو شخصيته هو عنده هو ما يرتاح مع أي شخص وإذا ارتاح مع أي شخص فيتلاقي يصبح داود اللي هو اللي فيه براءة الأطفال اللي يبتدي يتقشمر ويضحك الجلسة تكون فيها تكون مليئة بالمقالب الجميلة والضحف واللعب يعني أعتقد داود يعني هو هو شخص حركي لأبعد الحدود يتحرك كثيراً يمكن الحين لأنه هو يعني فنقول كبر في السن ما نقول كبر في السن ولكن العمر يفرض علينا لا يفرض علينا أن نكون قاعدين يعني لأننا عمرنا حتى لو كان هو شاب يفرض علينا نكون قاعدين ولكن أنت تحس أنه هو أصغر واحد بالجلسة ما شاء الله عليه هايبر يحب يتكلم يضحك مع الكل يعمل مقالب مع الكل في كل لحظة أنت تتوقع مقلب جميل من داود أحسين هذا هو أبو حسين طبعاً هو خبير في أكل ظلوع لأن أنا أنا أسميه ملك الظلوع أيوة أيوة يعني هو أفضل واحد يعرف مطاعم اللي تعمل الظلوع الطيبة اللي هو ثقفني في الظلوع صراحة شكراً لك دكتور خالد وتأل داود أحين أحين أخليه أعلق أحين شكراً دكتور ما قصرت كان ودي أطول بياك أكثر لكن الوقت سامحنا ولنا لقاء إن شاء الله حبيبي عسى الله يحبكم وأني أن لكم بهذا الرجل الجميل اللي معاكم شكراً يا أبو أمين شكراً جزيلاً ما قصرت في أمان الله في أمان الله أروح للمقالب ولا للضلوع شو موضوع لللوع أول شي أول شي يشوف أول شي أنا طبعاً أشكر دكتور خالد أمين هذا الغالي ولد الغالي أنا مسمي لأن أبوه أيضاً من أعز أصدقائي وأنا عاصرت وأو سويت كمس رحية مع أبوه الأستاذ أمين الحاجة الله يطول بعمره ويحفظه خالد نجم نجم كبير يعني خالد بالنسبة لي شفت يعني نجم على مستوى الصداقة ما ربنا نتكلم عن خالد لازم أنا أرد الجميل أيضاً لا يشكر للناس لا يشكر الله على الكلام الجمي في خالد خالد مو بالوحيد اللي يتكلم عن موضوع المقالب لا كل ما قابلنا حد من ربعك قال مقالب أبو حسين ومقالب أبو حسين وأنا أشوف أبو حسين ودود يعني لا يعني على حسب طيب أبو حسين طيب تسمع واحد ثاني بعد يتكلم عن المقالب يا جماعة أنتم قاعد تثبتونها علي طبعاً بعد يبغي يقول شيء خلونا نشاهد أبو حسين وهو ما يخلم من المقالب فداود إذا ما عمل مقالب في يوم تحس أنه هذا مو داود حسين يعني يومياً نحن نحاة شي بعض سواء فيديو كول سواء ها وينك مرة اتصلت عليه وهو نايم صعب أنك تتصل على الإنسان وتقعده من النوم عارف يقوم يبطل عينه عليك وانت يعني أول كلمة قلو أنا قلت لأبو حسين أنا آسف داق عليك نظهر قاعدتك من النوم تقول لا لا عادي بس بخر شوار بك عشان بتكلم ما أنا شايفك قلت لأحين أنا قاعدة تحسس من داخل أني مضايق أني قاعدتك من النوم يعني حتى شوفو هم بطل عينه ما خلا من الكوميديا ما خلا من الإفايهات نحن نسميها يسولف لي مرة عمل مقلب في ابن حسين ابن حسين كان فيه عمر يمكن خمس سنين أو أربع سنين بهالعمر اللي صغير فالشعر طيلان شوية تدري الولد عكسنا احنا الكبار اللي عقب ثلاث سنين شعرنا يطول سانتي طبعا خذ الولد وعدم شعره احنا نقول عطاه زيرو رجع خبط على باب البيت وبو حسين نخش في زاوية بعيد عن نظرة الباب يعني بطلت ابن حسين ولا تشوف ياه الأقرع أوكي رسمة الوش الولد ولدها بس الشكل مو ولدها شافت ولدها قامت تعيط لأن ليش يا انت يا داود سويت هالمقلب هذا حتى في ابنك سؤال لي أخوي داود هم سؤالين السؤال لولي ليش ما ترجع للمنوع مرة ثانية والسؤال الثاني متى تبطل المقالة في الناس عشان أنا ارتاح اتبطت المقالب ما شاء الله اليوم لا اليوم حافل اليوم انتهامات قاعديني من كل صب هاني طباخ اخوي أيضا ونعم وصديق واعتز فيه جدا هاني انا افتهي على هاني على شواربه مو بس شدي ما شاء الله تبارك الله ايه انا حتى ساعات اقول لي اقول لي انت لما تروح البيت ما يحتاج بعد الدور مصبط يصبط حضر شنب بل حتى عيالي يقولون لا يصبط سيارتنا تحت شنب لا ما دري سؤال قبل السؤال احسين وعلي الله يحفظ الله يسهل عندك ثنية أولاد فقط اي نعم احد منهم دخل الفن اول بدايات شوية اي اي انا بنشتغل معك شوية بهذا حطيت هذا دور صغير والله سواه حلو والثاني يشتغل معي مسرحية أطفال قال لي شمعنا أخوي العود وعقب خلاص خدوا تجارب وين ابو علي وين وابو حسين وين استانست لأن فتشوا بس طبعا مثلا عندي ولدي حسين الان ما شاء الله طيار مدني والله يحفظ عيالكم وعيالنا الحمد لله على كل حال وعندي الصغير علي اشتغل بالفن بس هو يعني كجرافيك ديزاينر وشغل هم بعد تصوير واخراج وشغلات هذي قاعد يشتغلهم بس الحمد لله أنا الحين بعد ما اشتغلوا هالشغلتين افتكيت من شغلة واحدة أخوي حسين اللي هي قبل كل فترة وفترة يبقى مصرف يبقى نبي مصرف يبقى نبي مصرف وانا حين صبيان يبقى يطلعون يبقى يرحون مني طبير الان توظفوا الحين انقلبت الآية الحين يبقى تبي شيء لا يبقى رعنا أنا بالسوق الله يحفظ وقاموا وهم يبون لي الحين فالحمد لله على كل حال الله يحفظ عيالكم وعيالنا هو والأبناء عادة والعيال هم استثمارك في الحياة والله يحفظ عيالي لكل يا رب انشاء هاني سألك متى ترجع للمنوعة قبل لا أجاوب على السؤال أنا أبغي أرجعك للمنوعة أبغي نشاهد أنا وأنت واحد من الأعمال المنوعة اللي يعني انتشرت حفظتونا أغنيتها خليتونا نقلدكم بنشوف بنعلق نشوف يلا اتفضل اه ايه سلمكم احنا لك عين مظلّة اه ايه سلمكم لو تخلّة ما تخلّر اه ايه سلمكم احنا لك عين مظلّة خذ وخل لا ترزل مش هالمان خذ وخل خذ وخل سوي مش وربة ديال خذ وخل انجز جب عدوه ورانا يلا انجز 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 خلّت الصورة معانا انتا حدش بس ركز احنا فنتاج الفنتاج إبو حسين من كثر ما أنا مستمتع ما أبغي المخرج يفيد على المشهد هذا نعم ذكريات طيبة جميلة خذوا خل فريق جميل الراحلة اللي عملت معها ثنائي في أعمال كثيرة تصار الشراح والله يرحب وهذه النوعية من الأعمال الميكروفون عندك أكيد أتمنى أسوي أعمال يعني هذا كان بعيد عن التقليد وبعيد عن إشخاص كوميدي كان فانتازي حتى أنت لاحظت عملية الجرافيكس وعملية حتى الكرومة اللي كانت موجودة كانت يعني في بدايات الكرومة وكان شيء جميل وكان شيء وكان شيء وكان ببهار كان بنصر الروح كانت حلوة صحيح حسن هنا الروح كانت جميلة فالحمد لله على كل حال إذا وجد العمل المناسب اللي ينكتب بالشكل هذا الآن ويعمل أكيد بأساليب متطورة أكثر حسب ما إحنا تطورت عندنا الأجهزة وعملية الجرافيكس والشغلات هذه أصبحت قريبة إلى الواقع ليش لا يا أخي الواحد يتمنى يشتغل شديء وخصوصا أن عمل كان جميل بس أتمنى عودة الروح نفسها الروح اللي كانت في السابق لا يكون عمل بس أن نحن بس نبي نشتغل طيب الروح تعود بالأشخاص أي أنا أعتقد بأن ثنائي نسائي معاك مثل انتصار الشراح ما بتحصر انتصار لها لونها الجميل لها لونها يعني كنا متفاهمين وائد الله الحمد يعني وائد وائد بالنسبة لي انتصار كانت يعني أختتي عندنا وكانت صديقة أمي الله يرحمها كلها دائما كلها عندنا وبعدين يمكن اللي كان يجمعنا أنا وياها الله يرحمها أن عيد ميلادنا نفس اليوم الله يرحم تفتقدها طبعا أكيد طيب لك مشاركة مسرحية قديمة كذلك هنا في الإمارات تذكرها؟ اي أذكر المشاركات اي كان عندي فالتو وفالتو تو ومسرحية اسمها مادين جلف اعتقد في غيرهم بعد وعنا ناسي اذكرك شوي فالتو تو مش حد تدى نذكر المشاركة يلا 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 البس نظارتك وحسين الحقيقة لاعبينا من كثر ما يتمرنون لياقة بدنية أصبح اللاعب فينا يفتح في الجري نعم تيربو 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 أربع خطوات ولا هو عند خطو في منتعك تيربو 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 يعني عمل جميل وانسجام يعني بين الشباب الكويتيين والشباب الإماراتيين كنا نشعر بأنه فعلا عمل خليجي حلو بالفعل شوف يعني أنا طبعا ما أنسى وقفة أخوي العزيز الفنان حسن رجب في هذه المسرحية ووقف معاي ووقفة بالفعل ويعني وأنا أدينها بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وجودي في المسرح الإماراتي كان بالنسبة لي شرف كبير أكيد ولا زال حسن رجب يمعنا وخلاني أجتبع بمجموعة الشباب يعني كل ما يعرفني على أحد أجدهم يعني على قلب واحد على قلب واحد تجد القلوب دايما تتشابه فلما كنا نجتمع مع بعضنا البعض يعني كانت المحبة تجمعنا وهو الروح أيضاً انعكست من خلال المسرحية لله الحمد علشان شي دي سوينا فالتو من بعدين سوينا فالتوتو فالتوتو نعم بحسين أنت تقول الآن شرفت بالعمل مع الشباب مع حسن رجب وخلود والشباب المجموعة أنا أبغي أقولك أنت اللي شرفتنا شرفتنا بالعمل معانا وشرفتنا إحنا كخليجيين لما مثلتنا في السينما العربية السينما المصرية وهي رقم واحد عندنا حبيبي كانت لك مشاركات مميزة في الغالب الخليجي لما يشارك في الأعمال السينماية يكون يعطى دور تدع على الهام لا أبو حسين كسر الدنيا كياو منتا يعني للآن الأخوان المصريين كياو بولو صحيح الحمد لله على كل حال شوف أنا عرضت عليه العديد من الأعمال ولكن أنا شنو كنت دايما أدخل في عملية الانتطاع لا يا جماعة أنا ما حب أسوي شي دي في منتجين يزعلوا مني ولا زالوا زعلانين لأنه كانوا معطيني دور أقدم الشخصية الخليجية بشكل سيء بشكل سيء وأنا هذا بالنسبة لي لا هذا خط أحمر أبدا ما أحب خصوصا أن هذه الأعمال عندي قناعة سيد حسين أن العمل الفني اللي أسوي سيبقى وأنا سأرحل ولكن عندما يبقى يجب أن يبقى الذي تذكر به بالخير السلام عليكم اللي يقولون لك والله رحمة الله عليه سوى كذا 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 طيب أنا عندي سؤال أبو حسين كذا في ذهني أنا مثلا هذا النصف العمل السينمائي المصري أي أنت حاط فيها إضافاتك الشخصية هذه الهندية اللي موجود في ما بيننا تقصد عنده لي بالدؤي في عنده لي بالدؤي مثلا نعم أنت خلقت الكاركتر هذا هذا الكاركتر هم لما كلموني وعلى فكرة تمت الموافقة وتم عرض الفيلم عليه وأنا موجود هنا عندكم في الشارجة نعم وقتها كنا مجتمعين أنا والأستاذ محمد هنيدي كنا في ضيافة الشيخ فيصل من خالد نعم 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 أبو خالد أوجه له تحية ويومها عرضوا عليه الفيلم هذا وكان بوجود المخرج وائل إحسان أوجه له تحية أيضا الأستاذ وائل كان يعطينا مساحات علشان نقول وقبل لا يقول المشهد كان يقعد يقول طب هنا نقول إيه طب هنا ما نضيف حقه كده ما نعمل كده فالشغلات هذه هي اللي كانت الإضافات هو اللي كان يحط البهارات هذه قبل تصوير المشهد يعني أبو حسين احنا كان بالأمكان يبون فنان هندي كامل أمكان يبون يبون لك واحد خليجي يؤدي هذا الدور في السنة المصرية أنا لعبتي لأنني أحب الأفلام الهندي يمكن في بيطانة الحديث قلت لك أيام عفلوس من أم ويبوي علشان أروح تشمل المندي لا ما شاء الله بحسين لعبتك يعني أتقان الأدوار شوية نشوف بعد ذلك ايه 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 انا ما فيش أخوك وما انت ميه انا خان كابور كالخابور وبيت اي دلوقت خان كابور المربي الخاص لمستر فواز وكذلك الخادم الأمين للمرهوم الوالد فايز الخبيري ما أنا قلت كده برضه مش معقول تكون انت توامد يا كتومت فارت هيكت اللي أرحمها معك فوزي عند لي بيتدوئي اريعني يعرف انت منوء لقد بلدت على يدي انا بقول لأخويا كدل حسين بش مصدق خالص غير هذا أبو حسين انت تتقن الأدوار شو ما كانت هندي يعني شو ما كان أرجعك بعد شوي أذكرك بعد؟ طبعا أرجعك لطفولة نحن الله ألبس نظارتك لو سمحت واحد نعم مشكلة يوم ضيفك يلا تفضل راد دكتور رامي نعم أنا الدكتور رامي أبسكوا بي أبسكوا بي جميعا هناك أمر بذلك أبسكوا بي لتحصلوا على الجائزة ماذا تنتظرون؟ قوة الصاروخية هجموه أطلقوا عليه السلاحة دي ودينا ابنتي أنت تعلمين إذا فجر السد فإن ألاف الناس ستغرق بالمياه الله 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 عدنان ولينا عدنان ولينا ورجل حديدي وسالي و سويت أشياء وايد والله ومكن آخر مرة حتى سويت فيلم كان هم بعد عن من الفويسوفر أنا أعشق اللغة العربية على فكرة أعشق اللغة العربية وأتمنى أن يكون هناك نص يعني سواء كان كوميدي أو تراجدي باللغة العربية لأن في النهاية أنا خريج مع أحد عالي في نوم مسرحية يمكن أن أكون سويت كوميديا يمكن أن أكون سويت تقليد يمكن أن أكون سويت تقديم برامج يمكن أن أكون سويت دراما سويت أشياء وايد ولكن أنا أعتقد أن ما ينقص السي في عندي هو أنا سويت من أول أعمال كانت لمؤسسة إنتاج برامج المشترك ولكن أتمنى يوم الأيام أن أقدم عمل باللغة العربية الفصحة لأني أعشق هذه اللغة بالفعل يعني أقدمت الكثير من البرامج الإذاعية وعندما يعرضون عليه البرامج الإذاعية اللي باللغة العربية اللي هي التشكيل الصح والضمة والفتحة فتحة والمرفوع والمنصوب والمجروح إن شاء الله هذه متعة بالنسبة إن شاء الله الشاطر شاطر يا بحسي يا حبيبي وأنت أستاذ كبير تلبس نظارة؟ ألبس يا ممكن أنا شحقة ما أستمر لابس أطوله إن حلقتنا اليوم كلها اليوم ألبس نظارة و أبصخ نظارة لبس نظارة في عندي مجموعة صور حكايتي صارت نظارتي صارت نظارتي يا والله شاء أخذوها هذه حكايتي صارت نظارتي أبو حسين عندي مجموعة صور صور فوتوغرافية أوكي لملمناها من إحنا هناك فنستعرضها مع بعض يلا الصورة اللي عليها تعليق أعلق إذا لها قصة أخبرنا شو قصته وإذا ما فيه بنفسخ نظارة عقب لا لا قالوا لي هذا داود حسين قلت لمستحين هذا أهدأ طفل في آسيا لا 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 مو بداود حسين هدوء والله هذا الهدوء معقولة أبو حسين صدق أنت يعني كنت هنا بدت شوية ملامح يعني بدت عاد شوية شر ملامح شر رفعة الحاجب هاي فوق اي 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 لا والشعر على برد طيب الله 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 هذه الصورة أنا سميها شرف كبير هذه شرف كبير أنا أقف بين هالعملاقين اللي أنا كان حلم حياتي يوم بالأيام أني أنا أقف أمامهم وأقف معهم يعني حل بالنسبة لي الله رحوم أنا لحي نطالع الصورة وماني مصدق ايو الله يا الله يا الله رحمة الله عليه الأستاذ الكبير رجل المسرح العربي الأستاذ المنصف السويسي كان يحبني جدا كنت من الطلبة يعني اللي كان يعتبرني من المقربين اللي كان يحبني وايد وكان دايما يعني كنت دايما يعني يعني أرتاح وايد لملاحظاته وجدا رائع هذا الإنسان رحمة الله عليه شبه الذكريات الجميلة هذي الله 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 هذا الإنسان أنا لا أنسى فضله عليه بعد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان علمني كيف أقف على خشبة المسرح هذا الإنسان يوم الأيام أنا فيها هذه لها قصة أقولها أنا ولا أخجل أن أقول أنا في البدايات كنت يعني مثل ما عارفين من عائلة فقيرة في يوم الأيام كان برد بالكويت برد برد الحاجي تسعة وسبعين ايه تسعة وسبعين تقريبا أنا كنت في مسرحية من المسرحيات قاعدة أسوي المسرحية وكانت أخراج رحمة الله عليه أستاذ فؤاد الشطي فؤاد الشطي بقوه سامح يومها أنا لابس دجداشة صيفية وقالله إزكم لابس مكرم السامح لابس إنهال وقاعد وبردان كان أشته ومطر بره وأنا قاعد بالمسرح وبردان قاعد آخر سطر وهو طبعا قاعد يلاحظ المسرح أنا وقتها ما كان دوري أنا قاعد بس ناطر متى يصير دوري فهو قاعد يطالع المسرحية ومش عارف كذا يات عين عليه شافني شافني قاعد أرجف قال لي تعال طلعت مرة قال لي أنت ليش ملابس شتوي قلت لها أستاذ عادي تشقول ليش حقا لابس نعال برد قلت أستاذ عادي يعني أنا محاس كذا عرف أني أنا ما أملك ثمن هذا اللبس وثمن هذا الله يعزكم الحداء طلع محفظته وطلع لي فلوسه وقال لي هاك باتر تي لي لابس شتوي وتي لي لابس الله يعزكم حداء وإلا ما أبيك معاه بالمسرحية الله رحمه أنا ما صدقت على الله أن مسرحية يخرجها لي الأستاذ فؤادي الشطي على فكرة مشاهدين الكرام آسف على المقاطعة عشان الوقت بس فناننا الكبير داود حسين اللي يذكره في الآخرين ترى هذا فيه ما يذكره من خير في الآخرين هذا كله فيه داود حسين لا يرد جمعية لا يرد مؤسسة أطفال ذوي إعاقة كبار سن يشارك مع الجميع يبغي يرجع لكويت مستعي لأنه فيه فعالية مع فئة من هذه الفئات وحريص لنا يحضرها بحسين أنا يعني اليوم أنت أبهرتني أكثر مما أنا كنت أبهر يعني بجمالك ورقية الصورة هذه مجموعة أصدقائي الحبايبي هذيلا طبعا يهضيين بحسين شم دخلنك بينهم هذيلا لعيبة كلهم هذيلا كلهم لعيبة ووقت حسن حبيب مخرب حسن حبيب حبيبي هانا هذا أنا اسم على مسمى وطبعا بمصبح حبيبي نجم الإمارات حارس المرمى فهد مسعود أيضا نشأة أكرم وحسين بابا تشكيلة شدي وعلى قلب واحد وعندنا قروب مسمينا قروب آسيا آه لا هذه الصورة لها قصة طعلي القصة عندنا على فكرة عندكم رواها رعي القصة روحها أوكي عيلانا ما يحتاج يقول هيدا شدي معقول قال صورت للصورة هاي ولليوم غايظة أحر أقول صورتي معولت قبل أن تتصوروا إيه والله طبعا هذا الفناه منصور الفيلي تغير شكل 180 درجة عشان تدعي عرف المشاهدين والله يبطى منصور الفيلي أنا منصور الفيلي ما أشوف شكله كذلك ما أشوف قلب الذهب هذا أنا سمي رعي قلب الذهب والله ونعم أخوي وصديقي وبالفعل هذا الإنسان لا فضل بعد الله سبحانه وتعالى بأنه هو احتواني أيام يعني تسعينات عنده بالبيت زوجتي رحمة الله عليها كانت صديقة زوجتي فبالتالي أنا لما سافرت ورحت أقدم مسرحية أزمة وتعدي في القاهرة بيطلب من أيضا يعني الشيخ أحمد الفهد الله يطوله بعمره وبيطلب أيضا من الفريق سافرت وخليت زوجتي حامل كانت كانت ببيت منصور فولد ابني حسين وأنا بالقاهرة فمنصور كان يطرش لي الصورة هذه ويقول لي شوف أنا بصور مع ولدك قبلك جميل أنت يا أبو حسين وكل أصدقائك يا حبيب يقولون أبو حسين ختامه مسك ختامه أي مسك أنا عندي نوعين من المسك أي النوع الأول لبس نظارتك بعد منك بسم الله الرحمن الرحيم الصورة الأخيرة يعني أنا بالنسبة لي هذه صورة شرف كبير أنا بالنسبة لي الوقوف أمام قامة وهامة عربية شرف كبير هنيئا لكم هنيئا لكم صراحة بهذا الإنسان والله أنا سنلياية بتشوفني مواقف على المسرح على المسرح وتجدني إن شاء الله ممثل لأنه قالوا أنت متجه وايد للتلفزيون كلام يعني تشعر أنه يحب تفاصيلة وينك على المسرح متجه التلفزيون ليس تفاصيل وإنما تفاصيل التفاصيل بس اللي حصل أن أنا ما قدرت توفي بوحدي أنا طحت وسويت عملية دسك في ظهري فالله يسلمكم الله يحفظ كل المشاهدين وما قدرت يعني الحين أنا بالنسبة لي شوية متعبة كانت يعني خصوصا أن سنة اللي بعدها مباشرة بس إن شاء الله إذا الله قدرنا ليش لا يعني بإذن الله الأيام القادمة عندنا أيام الشرقة المسرحية الفعالية الخليجية كذلك المسرح العربي شرف كبير الأيام قادمة شرف كبير أنا ابن الشارجة أنا أعتز أني أنا بالتسعينات يمعت لي كمية من العلاقات الإنسانية والصداقات في هذا البلد طيب وهذه الإمارة الطيبة شنو هذا بعد الأسد لا 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 حط أسد بقوطي هاي شون ماي شون أحلى مشاهدين من أول حلقة نهدد بوحسين نقول لك خاشين لك أسد ولا لك واليس لا أدري قلت أنا يا يضيف مو وجبة ختامه مسك أي زين وهذه الصورة هي مسك الختام لكن قالوا لي الشباب أن أبو حسين يحب الرواحة الطيبة أبو حسين إذا بغيته يسلطن أحرق له شوية عود الله شم معود فتتقبل مننا هاي الهدية أبو حسين يا الله يا بعد عمر يا تقر يعني لأن أنت أنت طيب ما أعرف لنا أهديك شيء كثرة طيب يا حبيبي تتقبل هديتنا أنا أتقبلها طبعا أكيد يا حبيبي مشكور شكرا أبو حسين شكرا لكم ما قصر يا حبيبي ما أخفيك أن بعد الحوار عندي أشياء واحد أحس أني أنا ضيعت وقت الحلقة في مقاطعاتك لا لا بالعكس مستمتعنا بلقائك حبيبي قلب وأكثر متعة بما وجدت يعني في داود حسين الإنسان يا حبيبي قلب وأنت قدوة من ثم ما قلتك دائما شكرا لك يا أبو حسين شكرا لكم بنلتقي إن شاء الله إن شاء الله في أمان الله شكرا مشاهدين الكرام ختاما كانت هذه الحلقة مع سفير الابتسامة والضحكة الجميلة النجم داود حسين شكرا على هذا الحضور الأنيق نلتقي إن شاء الله في حكاية أخرى لكم أجمل تحية والسلام عليكم اشتركوا في القناة